تمام كده? تمام. وسلام عليكم. زيكم عاملين ايه? ورجعنا بتاع ناسا. وفيديو جديد من سلسلة تقنية على كيفك. بالنسبة ناسا نمتعفش السلسلة دي فهي سلسلة بنجيب فيها منتجات غريبة. واسعارها كويسة وتكنولوجيا بتقدم قيمها كويسة جدا وتقدر تستفيد منها في حياتك اليومية. وهي بنحاول في السلسلة دي برضو ان احنا يعني نزود من نوع الاكسسورات. يعني السلسلة دي متخصصة شوية في حتة بتاعة الهواتف الزكية او الاكسسورات التكنولوجية عموما يعني. وبالنسبة للفيديو بتاع النهاردة فبازن الله يعجبكو جدا جدا جدا. فاول حيتعملو قبل بنبدأ الفيديو ان ان انت تعمل لايك الفيديو ده. وتنزل من تحت كده تعمل سبسكرايب. احنا خلاص حقيقة وتسعين داخلين على المية الف خلاص. يعني نعمل الفيديو ده احنا تلاتة وتسعين الف. فهانت يعني يزقوا معنا شوية. بالنسبة للفيديو اللي اقتسمون في تلاتة اجزاء وازننوا الفيديو الاخر لان في مفاجأة فا اخر الفيديو كده. المفاجأة عزيمة جدا. فاستنموا لحد اخر الفيديو. وااااا يلا بهنا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. بالنسبة لول منتاج الان ن zeggen بيلي الفيديو بتاع النهاردة هو مش منتج واحد هم شوية منتجات وما وصلوا لي من براند هيدش. اللي ما بنعاوش براند هيدش وهو براند مصري مية في مية ويعني قيم على مبدأ قيمة كويسة جدا مقابل سعر ما تتخيلوش. بيقدموا منتجات بيقدموا كتسورات بكوالية عالية جدا بجودة عالية جدا ودي حاجة اشهد لهم بها وهتشوفوا دلوقتي جودة المنتجات مقابل اسعار يعني مش مش وقعية. بعض المنتجات اللي هنتكلم معنا ممكن تكون شفت حاجات زي من برندات تانية او من اه علامات تجوارية تانية. وفي منتجات انا اول مرة اشوفها الصراحة. بالنسبة لأول منتج كده تعالوا نشوف اول منتج معنا هو من نوع وهو يعني كابل بيدعم الشحن السريع بتقنية فكرة ان انت مش محتاج انت تجيب اكتر من كابل ولكن انت بمكن تجيب كابل واحد لكل الاجهزة اللي عندك في البيت. اتوفر بشكل خرافي جدا. تجيب كابل واحد وتجيب معاه هو بيبقى جاي معاه تلت رؤوس او اه تلت رؤوس يعني رأس لمايكرو اس بي والراس بتاع الايفون وراس لليوس بي تايب سي فانت كده جايب تلت كابلز تلتة كابلز لتلت موبايلات مختلفة وبتشحنهم بسلك واحد وفيما بعد انت حبيت تجيب رؤوس زيادة فالروس سعرها اقتصادي جدا ممكن تشتريها في اي وقت. بالنسبة بقى للكابلز نفسها فالخماب بتاعتها خرافية تحس ان هي متغطيقة كده بطبقة من القماش ويعني ما بتتقطعش كابلز انت ممكن تجر بيها جرار ما بتتقطعش يعني لو فضلت تشد فيها خبطت في الكابل شدته علق في حاجة فيش الكلام ده كابلز لما بتقطعش خالص بجانب بقى المتانة بتاعت الكابلات دي فانت بتاخد مغناطيس قوي جدا وقوي جدا في حتة ان هو بمجرد ما بتقرب التليفون من الكابل او بتقرب الكابل من التليفون الكابل بيشبك لوحده في الموبايل فانت مش محتاج ان انت بقى كل فضلت كل شوية بتاع تشيل الكابل وتحطه من الموبايل والبورت نفسه بتاع الشحن يتهالك مع الوقت بتاو انت الرأس نفسها بتحطها في الموبايل وشكرا ما بتحتاجش ان انت تشيلها تاني من الموبايل وبما ان الكابل نفسه بيدعم الشحن السريع فانت مش عايز حاجة من الدنيا خلاص وانت اركب الراس في الموبايل واقيش بقى اللي عجبني بقى في الموضوع ان هما بمحطل لك قطع بلاستيكية كده غير بقى براندات تاني بقى ده اللي يفرق بقى البرامد المصري بقى يحطل لك حتة بلاستيكية كده ممكن تستخدمها انت تشيل الراس دي من الموبايل او تشيل راس الكابل دي من الموبايل وقت ما تحب تغيرها يعني حبيت تغيرها حبيت ما ما تستخدمهاش كلام ده كله تقدر تشيلها بسهولة جدا عن طريق القطع البلاستيكية دي مش محتاج بقى انت تحشر بقى بضفرك بقى وتشيل والكلام ده وضفرك يتفتح بقى والدنيا ببوز والكلام ده لا هو مع قطع البلاستيكية تستخدمها ان انت تفك الراس دي من الموبايل بتاعك عادي بسهولة جدا فانا الكابلز دي بستخدمها بقى لي حوالي اسبوع تقريبا وما قابلتنش اي مشكلة سواء في صورة الشحن سواء في العملية او في ان هي هرابط شحنة او حاجة لقى الكلام ده ما بيحصلش خالص فبالنسبة لمنتج بالخمات دي وبالجودة دي وبالسعر ده فانا بتدي له عشر من العشر الصراحة وبالنسبة لسعر الكابل ده فوام امتين وعشر جنيه هتلاقوا لينك الشراء تحت في الديسكريبشن وهتلاقوا كل حاجة ما بقى سعرها يعني انا ما في حاجات ممكن قطها ما قويش اسعارها فهتلاقوا الاسعار بالتفصيل كل الهاتف في الديسكريبشن بتاع الفيديو وطبعا الفيديو مش هقدي كده اكيد لازم يكون في خصم يعني بقدم خصم عشر في المية لمتابعين القناة وتقدر تستخدمه انت تشتري بالاضافة لخصومات اصلا اللي شغالة على الصيب بتاعهم لوحدها يعني فانت تاخد عشر في المية خصم فوق الخصومات اللي الصيب بيقدمها لك اساسا في الفترة الحالية نروح بقى لتاني منتج واللي هو كرياتيف جدا تاني منتج هو نفس الكيبل اللي فات بنفس المميزات بنفس الاكسسورات الرؤوس اللي معها بنفس القطعة اللي هي البلاستيكية بنفس الكلام ده كله بنفس الخامات بنفس الطول ولكن الفكرة ان هو بيجي بتسعين درجة تسعين درجة دي بتبقى فايدتها ايه فايدتها لو انت عايز تخدم موبايل وتمسكه بايدك الاتنين واو بتتفرج على حاجة وفي نفس الوقت مش عايز الكيبل يدايقك الكيبل اللي عادي اللي هو بيبقى طالع كده من نص التليفون بيبقى متعب جدا على المدى الطويل يعني ايدك بتتعبك ولكن الكيبل اللي هو تسعين درجة ده بيبقى طالع من جنب التليفون بتقدر تستخدم التليفون فترات طويلة وتمسكه ما يدقكش وانت في وسط جيم او انت بتتفرج على فيديو والصراح انا شايفه ممتاز جدا ونفس الكلام اللي على الكيبل اللي ينطابق على الكيبل ده بالاضافة بقى الاجمد ابتكار هما عاملينه في تاريخ يعني الكيبل اللي عندهم وهو الكيبل الخمسة واط الكيبل الخمسة واط ده بيدعم كل انواع الشحن السريعي يعني الكيبل اللي فاتت احنا نقول بنتدعم لحد وده معناها ان هي بتدعم لحد ١٨ واط بس لا ده بيدعم لحد ارقام فلاكية لحد ٥٠ واط كمان ده بيدعم وبيدعم بتاع يعني انا بستخدمه على بتاعي بيقدم لي نفس الجودة ونفس السرعة بتاعة الكابل الاساسي بتاع الموبايل. ولكن كمان مع خامات اعلى بكتير جدا. وحيطة نوة يعني مش خايف ان هو يتقطع. مش خايف ان هو يتقطع مع الوقت او مش خايف ان هو يبادل مع الوقت. بالنسبة الرابع منتج معنا من هيتش النهاردة وهو شاحن العربية. شاحن العربية ده بقى المختلف ايه بقى عن اي شاحن تاني. اول حاجة ان هو في تلات اماكن انت تشحن من ده الموبايل بتاعك. يعني بيدي لك تلات اماكن تلات خيارات مختلفة انتشحن موبايل. في مدخل منهم مدخل مداخل دي. بيدعم والبقائين بيدعموا الشاحن بسرعات عادية. وبالاضافة لنوة خاماتهم ممتازة جدا وشايفهم من احسن شواحن العربية انت ممكن تستخدمها في الفترة الحالية بالسعر ده. طيب يا سيدي انا عملت لك بتدعم ايه بقى بعد كده? اكيد راس الشاحن نفسها برضو بتقدم راس شاحن بتدعم وبتيجي بخامات خرافية جدا. فانت يا سيدي لو مش عايز تخدم راس الشاحن بتاعك ولا الشاحن بتاع الموبايل وعايز تشيلهم يا سيدي متبرشمين في العلبة بتاعت الموبايل. لو حبيت بيها فيما بعد او حاجة. فانصحك وبيشدة لو انت عايز تحافظ على الموبايلك. يعني مش عايز بتاع الشاحن البوز على المدى الطويل. اه راس الشاحن موجودة والشاحن موجود. وهي مرة واحدة. هتحط الراس الشاحن في الموبايل. وشكرا مش هتشيلها تاني. وشيلها بقى لما تحب تبيه وتحب الجرد تحب تبدل الموضوع ده زي الفل تمام وخامات خرافية جدا. اخر منتج بقى واللي شايفه يعني منتج خرافي وهو الكاميرا كفر او حاجة كده او الخصوصية وده بيعمل ايه? كل فكرة انت بتفكه انت لقلبها بيبقى فيها التلات قطع. التلات قطع دول بيبقوا عاملين زي اون و اوف للكاميرا بتاعتك. بتلزاهم على الكاميرا بتاعت اللابتوب. وبتفتح الزرار زي ما انت عايز زي ما انت عايز او ما تفتح البوابة الكاميرا بتبقى شغالة بتقفلها الكاميرا بتديك اسود. فانت مش محتاج بقى تلزق بقى ولا اشي كارتون بقى ولا مش عارف ايه على الكاميرا وشكلها يبقى يعني مقزز جدا. لأ هون موضوع هنا يبقى لزيز وشكله شيك جدا. وتقدر تفتحه وتقفله في اي وقت. بالنسبة بقى الاخر منتج من وهو بالصراحة هو خامته ممتازة جدا. ولكن في مشكلة ان هو بيبقى موجه اكتر اللابتوبز اللي هي زي الماك مسلا اللي مفهاش آآ مراوح تهوية من تحت. فانت لو ركبته على اي لابتوب تاني في مراوح تهوية من تحت او لابتوب جيمينج هيدهي اكشوها في حيطة ان هو هيسد المراوح دي وهيأثر على اداء. لكن اي لابتوب تاني مفهوش آآ مراوح من تحت او الجزئيل تحت فاضية او مفرغة. فاللسان ده يكون مناسب جدا ليك. من خانته انا شايف ان هو كويس ولكن الحقيقة انا مستخدمتوش. ولكن برضو للمهتمة اشيب لكم اللينك تحت في ونروح للمنتج اللي بعد كده. هو حاجة طلبت مني كتير جدا ان انا راجحها وهي سماعة الجديدة. السماعة دي يعني اه اتمالة مالة السوق المصري وناس كتير جدا بيبيعها وباسعار خزعبلية. السماعة دي رنجي سعرها عشان ناس تبقى عارفة هو من مية وعشرين جنيه لمية وسبعين جنيه بالكتير اوي. في ناس بيبيعها بمتين وخمسين وتلتمية وخمسين وحاجات غريبة. ولكن هي هي سعرها كده يعني نصين جملتها مية جنيه تقريبا. فهي سعرها زي ما انا قلت لكم بتروح من مية وخمسين لمية وسبعين. والصراحة يعني ممتازة جدا تجربة ممتعة. والحاجات الموجودة في العلبة هي السماعة. والجلد الاضافية لو انت حابب تغير الجلد. وبالنسبة للخامات بتاعت السماعة نفسها. فهي نفس الخامة شفت انت خامة القماش اللي كانت على الكابلز بتاعة هي نفس خامة القماش اللي مخطية. الكابل بتاع السماعة نفسها. ونفس الخامة دي شفتها في سماعات شاومي اللي هي الفوق الخمسمية جنيه. والصراحة يعني هتخلي السماعة تقعد معاك وقت طويل جدا من غير ما تتقطع ولا تبادل منك. ويعني السماعة كمان بتتعقدش يعني. طب مجرد ما بتشد السماعة كده وتشيلها. خلاص. السماعة تفكت على طول بتعقدش. فالخامات السماعة ممتازة جدا باللضافة انت عندك في السماعة. فلو حبيت تلع السماعة وتلزقها فالسماعتين مش هيتعقدوا ولا يلزاوا في بعض لأ هم ميجناتك بيلزاوا في بعض على طول مش هتعكوا ولا هتلعبكوا كده. فالسماعة كخمات وكقيمة مقابل سعر ممتازة جدا. بالنسبة لتجربة الصوت بقى بتاعها فبتقدم لك بيز. مش احسن بيز يعني البيز مش عالة درجة ان انت ويدنك تتهزة مسلا. ولكن بتقدم لك تجربة كويسة. بالنسبة للتريبل بقى وهو نقاء الصوت ووضوحه. فتجربة ما شفتش احسن منها في الفئة السعرية دي. وما لهاش مكان معين الصلاحة يعني انت هتلاقيها ممكن في محلات ممكن بتبعها اونلاين. ولكن احاول ادولوكم على ارقص مكان ممكن تشتروها منه. وبالنسبة لاسمها فاسمها بالنسبة للمميزات بقى اللي انت هتقابلك في السماعة السلكية ليه بقى انا يعني برشح السماعة السلكية وما بقولش عيوب كتير او فيها. اول واهم حاجة ان انت السماعة السلكية دي مش هتقصر معك في الالعاب. مش هتأخر في الفيديوز. اا مش هترخم عليك في صوت المايك. صوت المايك السماعات السلكية احسن بمراحل كتير جدا من صوت المايك بتاع السماعات اللي هي ترولي ويرلس. وهسيبكو دلوقتي مع تسجيل صوتي بالمايك بتاع سماعة ريلمي بودز. دي تجربة لمايك سماعة ريلمي بودز. تتحدد منها الكواليدي بتاعت الصوت هل هي مناسبة ليك ولا لأ. وبس كده دي كانت كل حاجة عن سماعة ريلمي بودز ونقش للمنتج اللي بعد كده. وفي ناس هتستغربني وتستغرب المنتج اللي هتكلم عنه النهاردة. وهو سماعة بتدعم العزل الضوضاء. صوت كويس جدا يعني جودة كويسة جدا بتعزل بتعزل يعني. وخامات كويسة. وتجربة صوت خرافية جدا. ومايك ممتاز. وسعر مفيش احسن من كده. سماعة لتكلم عنه النهاردة دي كانت موجودة في السوق المصري من حوالي اربع سنين. يعني الفين وستاشر. ومازالت بتقدم قيمة ممتازة جدا مقابل السعر. حتى السماعات من نفس الشركة اللي نزلت باجيال بعد كده. ما قدمتش نفس القيمة دي. سماعة لتكلم عنها النهاردة هي. سماعة دي انا اشتريتها اا اول ما نزلت الفين وستاشر. وفضلت قعدة معايا سليمة ما حصلش فيها اي مشكلة لحد الفين وتسعتاشر. لحد ما تشدت مني كده. فالبوكس تخبط. فحصلت في مشكلة في ولكن السماعة نفسها فضلت شغالة زي ما هي. بتقدم لي نفس القيمة مقابل كل جنيه. انا دفعت وساعتها كنت شاريها بحوالي تلتمية وخمسين جنيه ربعمائة جنيه مش فاكر. دلوقتي سعرها متين وسبعين جنيه. متين وسبعين جنيه. هسيب لكم لينك اشراء بتاعها من دحت في ويعني بتقدم اكتر قيمة تدخيلها مقابل السعر. بالنسبة لتجربة فهي اجمل تجربة سماعة لتحت الالف جنيه. او ما بتفتح بتلاقي البوكس كده عليه خامة من الاخطيفة كده. بتلاقي السماعات. محطوطة كده محشورة في البوكس. وبتلاقي كتابة تعليمات. ولو رفعت الغطا بتلاقي كيس جواها. عشان تشحن بيه البوكس. وبتلاقي الجلد الاضافية موجودة جوه الكيس دي. الكيس دي معمولة كده من خامة من قطن كده مش عارف ولا خامة كده. اللي هو كيس قماشي او كيس متبطن عشان يحمي السماعات. والنصيحة بعد ما كلنا نستخدم السماعة هتحط السماعة في الكيس. السماعة هتعمر معاك واتقضي معاك وقت طويل. بالنسبة بقى والسماعة نفسها دي بقى مش تجربة اسبوع ولا عشر تيام. تجربة اربع سنين. السماعة دي بتقدم صوت ممتاز جدا. صوت نقي. من احسن الحاجات اللي ممكن تشوفها تحت الخمسمية جنيه. وكمان تحت الالف جنيه بتقدم تجربة ممتازة جدا. مقابل السعر اللي انت بتدفعه. وكمان بتعزلك بمعنى الخرف. يعني انت ممكن تستخدم السماعة من غير وتستخدمها عادي خالصة. لما تحب تشغل تشغله انه بيحتاج شحن. فانت هتشحنه. وبيقعد معاك من اربع لخمس ساعات وكده تضطر تشحنه تاني. ممكن يقعد معاك يومين تلاتة ايام شغال كويس جدا. وبعد كده تحتاج تشحن بوكس ده تاني بياخد شحن حوالي ساعة لربع. وبيكمل معاك الاربع خمس ساعات تاني. ومن اكتر الحاجات العجباني في السماعة ان الرأس تاعت السماعة نفسها الهب بتاعت السماعة اا متقفلة كلها بالمطاط مادة مطاطية كده. وفيها رأس ممكن يعني بتخش جوهدناك كده بتخلي السماعة تستقر بشكل كويس جدا. لو مش عاجبك الرأس اللي هي الكبيرة دي. ممكن تشيلها عادي وتستخدم السماعة انك انها سماعة اين اير عادية خالص. فمجملا بالنسبة للسماعة انا شاف ان هي سماعة ممتازة جدا من حيس الصوت ومن حيس النقاء ومن حيس الخمات ومن حيس الجودة. ولكن ما يعيبها حاجة صغيرة جدا. ان هي فيها وصلات كتير. واصلة من السماعة للمنطقة اللي فيها الزراير. واصلة المنطقة اللي فيها الزراير التجميعها لحد واصلة من لحد الراس تلاتة ونص ميلي. فانت لازم تاخد بالك من حاجات دي لان التوصيلات الكتيرة دي. بتسبب فيما بعد لو انت استخدمك مش كويس للسماعة او بتشدها كتير او بتتشدها وتتحرك بيها كتير. ممكن فيما بعد الموضوع ده هيأثر على الجودة او على الصوت او السماعة تفصل منك في النص او كده. فلو هتجيب السماعة دي لازم تاخد بالك منها ومن ودنك للكيس ومن الكيس لودنك. ويه بس كده. كده نكون وصل نهاية الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى الفيديو كونه اعجابكم ولكن عندكم اي اسئلة او استفسرات سببه في تحت الفيديو ده. وكان معاكم عبدالرحمن الهواري. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة. اشتركوا في القناة